السلام عليكم شباب كيف رأكم حوالكم طيبا نتمنى يا ربي كاملين تكونوا بخير اليوم نتلقى في درس جديد من بعد ما شفنا الدرس للحركة والسكون الآن سنذهب إلى الدرس آخر اللي هو التأثيرات الميكانيكية والقوة les actions mecaniques et les forces alors on va passer maintenant premièrement على la notion des actions mecaniques alors on va prendre quelques exemples des actions إذن هنا هنأخدوا بعض أمتلا لتأثيرات ميكانيكية par exemple هنا هنأخدنا l'action du pied du joueur sur le ballon هنا كما نشوف عندما يضربوا اللعب يعني الكورة برجله فإن رجله تطبق ما يسمى بالتأثير ميكانيكي على الكورة donc هنا في الجدول ما سنحاول نستخرجه سنحاول نستخرجه الأكثر يعني الجسم الذي يطبقه القوة أو لو يطبقه التأثير الميكانيكي وهنا لدينا le recevoir يعني الجسم الذي يستقبله التأثير الميكانيكي le fait de l'action le fait de l'action يعني مفعول هذا التأثير هذا يعني إلى ماذا يؤدي أو ما هي نتيجة هذا التأثير الميكانيكي نحاول نستخرجه الأكثر سنحاول نستخرجه الأكثر لدينا الجسم الذي يطبقه القوة هي الرجل le pied donc هنا pied le recevoir c'est le ballon القوة هي المستقبل أو الجسم المؤثر عليه donc هذا كتما جسم مؤثر وهذا جسم مؤثر عليه actor recevoir le fait de l'action أو مفعول هذا التأثير donc من هي كي ضرب اللاعب رجل اللاعب عندما تضرب القوة فهي تتحرك donc هنا يشنو التأثير ديالو التأثير اللي هو تحريكي ديناميك 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 نمشيو نمشيو لالحالة التانية لأكسيون دو راكات سور لبال دينيس دو هنا كنعرفو أنا اللعب الدينيس كتم يعني ما بين جز ديال اللاعبين وأحد هما يضرب القوة والتاني لآخر تهو كي ضرب القوة من جهة تانية وكي حاول أن الكرة اللي جاية عنده يحاول أنه يغير لها المسار ديال يعني كتكون جاية لعنده كي عاود يضرب ها باش كترجع للجهة الأخرى هلو هنا يغير مسارها وتبقى دائما يعني لفة ديالو أنها كيحرك الجسم يعني كيغير المسار ديالو ولكن الجسم يبقى دائما في حركة هنا لفة أو المفعول كي تسمى أيضا ديناميك نمشيو لأكسيون دو لاتلات سور لاب برش هنا لدي اللعبة تسمى القفز على الزانة الزانة هي عبارة على العصة كتكون طويلة يتم اللعب يعني كي يجري ويحاول أن يقفز على الزانة هنا يمن يقفز هذا اللعب هذا شنو كيبقى لها الزانة يسو ديال فرم يعني الشكل ديالها الشكل ديالها كي تغير داكو كي مشتو هنا يشكل ديالها كي تغير هنا لفة ديال الاكسيون هادي يلا ديформation دي للا برش يعني انها كست ديформة ولا ديформation ديال اشياء كتدخول ديمن واحد مفعول يكن نسمي مفعول سكوني لفة statique دون هنا لفة statique نمشيو هنا un fil للمب لك لاخصي ديال للمب لآكتور سيد لفة الالامب يعني لفة للمب وكي تغير ديال لحل سكوني إلا ما لنشة لفة الالامب ستغير هنا دور يتغير الوله انه يتغير جزي في حال السكوني هنا لفة الان بما هنا حسي هو الالاكتور الالاكتور هو رسم c الملتقا للتأثير ميكانيكي هو عبارة عن تأثير يطبقه جسم ويسمى المؤثر لأكثر يطبقه الجسم المؤثر على جسم آخر الذي يسمى المؤثر عليه هناك تأثير ميكانيكي لا نرى ولكن نرى النتيجة هناك تأثير ميكانيكي لانتخذ المفعول وهناك تحرك جسم أما الوضع اما يتحرك جسم تأثير تأثير ميكانيكي عن طريق المفعول وهو مفعول سكوني هناك تأثير ميكانيكي في جوش ديال الحالات إما كيكون عندي ديفوميان أبجي كي شوه لنا أو كي غير لنا الشكل ديال واحد الأبجي أو يجعله في حالة توازن لمنتونيق أو الإكيليب إذا رجعنا هنا إذا رجعنا في هذا الأكسيون هذي هادل الأكسيون هذي شنوى الليفي ديالها أنها ديفوميان أبجي والثانية هذي الأخيرة هنا سيمنتونيق أو الإكيليب ولي دو بجوش بيهم كي دخلو في الأفئي ستاتيك داكور ونمشيو الأفئي ديناميك أن أفئي ديناميك نوس كيلي كاببل دمتر أن أبجي أو موزم إلا خلينوح الجسم في حالة كيكون منقبل في سوكون وكتنردو حنا في حالة أو بيان نموديفية سو موزم أو كنغييرو الحالة ديالو إما نغييرو لتراجكتواء المصار إما نغييرو لفيتس مهم كنغييرو طريقة باش كي كان كيتحرق الجسم من قبل كنغييروها حنايا داكور وهادي بحالة ديالكورة ديالتينيس حالة ديالكورة ديالتينيس غيرنا المصار بالنسبة لحالة الأولى فإننا حركنا الجسم هنايا قمنا بتحرك الجسم ونمشيو لكلاسيفكاسيون ديزاكسيون ميكانيك دون قادي نحاولو نديرو واحد تصنيف التأثيرات الميكانيكية دون ق عندي لزاكسيون ميكانيك دون قنططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط هذا الكتاب مع الطاويلة لا يوجد تمس هذا يدرب من طرقه المسمار هذا الشرع يدفع الهواء خصوية المثلين الشرع يستطيع يدفعه هذا احتواء نصنفه ضمن تأثيرات التمس هذا يدفع الهواء هذا الهواء يختلف zone هنا الكتاب مع المساحة كبيرة هذا يكون على المساحة صغيرة هذا على المساحة كبيرة هذا الهواء يكون على مساحة كبيرة كما نتصل ا tieneough ومزع ويكون على المساحة صغيرة كما تسمع المثلين يعني هذا يوجد من موضع في مكان صغير أو في 순 Cas لكن هناك إذا نظر أنك أن نحن الأıp يمكن أن تتطعين، إذن عندما يشارع الأشروب من أشياء وضع الأشياء يشارบ الأشياء. دعم كن أحسن توقف على أدافع الغادة. يمكن أن تقوم بالأسياء إلى أدعاء الغادة فيها الأفرادة في تسليم better. يمكن أن يشارك في تسليم الغادة في تسليم فال pistons فيها إذا، ماذا ترجمة هذهатуية durائية ، يرجع رسالة هنا نهاية ترجمة tuning هذا هذا الفئة هذاMarطاو living خارفami يعنيḥ موسيقى على المسما Reار�� موزار elbow كلرة سترجمة على هؤلاء صار نهاية نهاية أو عدة ن промزار من مؤس 요أ峰 هناك باراكزمبل الاخشيون ديوكييه سور الهوال رياح على الشراع الاخشيون ديوكيه يعني بنا كنا وضع واحد الجسم في الماء الماء يتبق عليه واحد القوة على المساحة الخارجية ديوك الجسم وبالتالي حتى هو موازع لنبشيو شوفوا النوع الثاني ديوكيه اجتبقي على المساحة الخارجية بمي ديوكيه اجتبقي على المساحة مخاومة نحن لطير في الموضوع تنمز من الباعد ويكون لطير موازع مهوازع ولا انك تنتمز لطير في الموضوع بمي ديوكيه على المحاول الاخشيون التي جيدة من الباعد لنها كان تنمز من الباعد يعني دائماً يمكن أن تسرع الأجسام عن بعد مثلاً هنا الكورة مع المغناطيس المغناطيس يجر لنا جميع النقطة ديال الكورة مش غير نقطة واحدة هنا مستارة مثلاً بلاستيكية مع موسودة بابيئر من بعد ظاهرة ديال التكهرب بالحسكك إن المستارة قد تجر لنا هاد موسودة بابيئر مثلاً ظاهرة ديال التجاهد بالكوني دكار؟ مثلاً لك دائماً في المقاطيس الآن سنحاول نرى كيف هل تحصل على جرد الكورة المتابقة على جسم أو جسم من الناس دائماً 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 التي تحصل على جسم يعني أننا le bilan des actions أو qui s'appelle جرد القوان وعبارة عن جرد أو سيخرى جميع القوان التي اختار لها وحل الجسم أو وحل المجموعة وكن نسميها لسيستم étudié أو المجموعة مدروسة شنو أول خطوة كن ديرو pour déterminer toutes les actions mécaniques agissent sur alors j'ai dit ensuite les étapes suivantes غدين تبعو المراحل التالية الجرد القوان دائما الجرد القوان التي تكون فيها لسيستم كن نخدو أولا كن ديرو العريد الأولى définir précisément le système étudié دائن كن ديرو le système étudié 2 points وكن تبعو شنوال جسم اللي غدين شفو القوان المتبقى عليها دائما le système étudié faire le bilan des actions mécaniques de contact يعني تأثير التماس يعني وكيكونوا بين الأجسام اللي يقسم لها هذا الجسم وكي يطبق علي تأثير التماس العريد الثالث faire le bilan des actions mécaniques à distance كن خرج الأجسام اللي تأثر عن بعد على هذا الجسم أو هذه المجموعة المدروسة دائما من بعد ندير des exemples باش نفهم كيف ندير جرد القوان نمشي الآن la modelization de action mechanic يعني كيف كندير la modelization يعني نمدج les actions mechanic par une notion la force donc les actions mechanic qui تعتبر شي حاجة اللي هي مجردة ما كنشوف هاش ما كنعرف واش يعني من كنشوف lefe ديال ها عاد كنعرف رحكين واحد lefe واحد l'action mechanic هات شي عاش غان نحاولو اننا نربطو لتأثير بواحد مفهوم اخر اللي اسمه la force la force نقدرون مثلها نقدرون يعني كن عدنا بزاق الوسائل لنشوف بها القوة كيف شدير هات شي علاش ما غان نقوش نهضرو دايما على lefe action mechanic وغان نربطوها بمفهوم اخر اسم la force ضنك باش ما نطولش la video اكتال غادي نبقى هنا وغادي نتسمنون في video اخر اللي نهضرو فيه على lefe force ونهضرو على مميزات القوة ونهضرو ايدا على طريقة تمثيل القوة باستعمال المتجهات كنتمنى لحد الان كنتمنى ان هاد لاب بارتي دي الدرس تكون واضحة ونتلقى في في video اخر ان شاء الله